مرحبا بكم من جديد أشار الرئيس التركي رجل طيب أردوغان إلى عرض أمريكي لأنقرة يقضي بإبعاد وحدات الحماية الكردية من منبج وذلك مقابل تقاسم السيطرة الأمنية على المنطقة بين أنقرة وواشنطن نافيا في الوقت ذاته وجود خلافات بين بلاده وروسيا بخصوص عملية غسل الزيتون في عفرين مرة أخرى منبج على طاولة المناورات الإعلامية بين أنقرة وواشنطن فبات هذا الموضوع أهم أوراق النقاشات لعادة تدوير العلاقات والثقة بين البلدين حيث أكد الرئيس التركي رجل طيب أردوغان أن بلاده تلقت عرضا من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يقضي بإخراج مقاتلي وحدات الحماية الكردية من منطقة منبج الواقعة غرب نهر الفرات إلى شرقي النهر وذلك مقابل تقاسم السيطرة الأمنية على المنطقة بين أنقرة وواشنطن مشيرا أن الولايات المتحدة وعدت كثيرا بتلبية هذا المطلب التركي لكن هذه الوعود لم تنفذ على أرض الواقعة أردوغان أضاف أن أنقرة ردت على طلب الشراكة الأمريكية التركية لإدارة منبج بأن تكون تلك الإدارة لسكان المدينة الأصليين حسب وصفه على الجانب الآخر وخلال حديثه عن العرض الأمريكي بخصوص منبج نفى الرئيس التركي أن يكون هناك خلاف بين بلاده وروسيا حول عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين مؤكدا على عقد قمة ثلاثية في اسطنبول شبهة بقمة سوتي بغية إعادة تقييم الأوضاع في سوريا في إشارة إلى القمة التي من المقرر أن تجري بينه وبين نظيره الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين تأتي هذه التصريحات التركية في ظل تقدم الجيشين التركي والحر على محور الراجو في الريف الغربي لعفرين والتي تعتبر أكبر ناحية يتم السيطرة عليها من قبل غرفة عمليات غصن الزيتون منذ انطلاقة العملية حتى الآن وجاءت هذه السيطرة بعد معارك عنفة مع الوحدات الكردية هناك أرحب بسيد هشام جوناي الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول عبر الأقمار الصناعية مباشرة ومن جديد اللواء فايز الدواري الخبير العسكري والاستراتيجي من عمان أبدأ مع سيد هشام جوناي مرحبا بك معنا سيدي إلى تفاصيل أتحدث هنا عن ما تم تسريبه أو ما تم الحديث عنه مؤخرا من تفاهم ولو كان جزء بين تركيا والولايات المتحدة حول موضوع منبج وهو ما يتم الحديث عنه عن أن إخراج وحدات الحماية الكردية من تلك المناطق مقابل مناصفة النفوذ الأمريكي التركي عليها ما التفاصيل الإضافية التي لديك وهل بالفعل هناك ضمانات أمريكية بتطبيق هذا الأمر من قبل الولايات المتحدة هل من ضمانات؟ نعم نبدأ من آخر سؤال ضمانات أمريكية الإدارة التركية لا تثق بأي ضمانة أمريكية في ما يتعلق بسياسات الولايات المتحدة في سوريا تحديدا لأن حقيقة الولايات المتحدة أكثر من مرة قدمت ضمانات لكنها لم تأتفي بكل ما قدمته من وعود للإدارة التركية لا بالخطوط الحمراء التي رسمتها لنظام الأسد حيال استخدامه السلاح الكيماوي ولا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب هي دعمة الفرق الإرهابية ضد تركيا وضد الأمن التركي لذلك أظن بأن الإدارة التركية ستسير قدما في تحقيق هدفها في عفرين وكل ما تم الاتجاه دحوة من بلج بالتصريحات حتى الولايات المتحدة تريد حقيقة كسب الوقت ولا تريد أن تتراجع حتى خطوة إلى الوراء من هذه السيطرة الكردية التي تدعمها في تلك المنطقة الإدارة التركية ما زالت مصرة على تراجع وحدات الكردية أو تنظيم بيدي كما تصفه في المنطقة لكن الإدارة الأمريكية تشترط مثلا هذا النصف الحلول يعني السيطرة الأمريكية المشتركة مع تركيا مقابل إخراج الوحدات هذا العرض مرفوض من نسبة للإدارة التركية الرئيس التركي أكد عندما ذكر الموضوع أن من بجلها أهاليها لماذا تركيا أو الولايات المتحدة تسيطر على هذه المنطقة ولا نفكر بتسليم هذه المنطقة لأهاليها إذن السياسة التركية هنا لم يكن رفضا للمبدأ الرئيس التركي في حديثه بشكل قطعي ربما ألمح إلى الموضوع ولكن فعليا هل هناك حديث ونقاش جدي بين تركيا والولايات المتحدة حول من بج وهي من بج المرحلة القادمة ربما بعد أفريم مباشرة أو ربما في ذات الأسناء فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا وسائل الإعلام نقلت عن الرئيس التركي رفضه القطع فيما يتعلق بهذا العرض تحديدا يعني مناصفة أو محاصصة السيطرة على هذه المنطقة بالمناصفة بين تركيا والإدارة الأمريكية لكن فيما يتعلق باستمرار العملية ما زلنا الآن في عفرين بعد عفرين ربما سيكون هناك توجه نعم تركيا تؤكد أنها ستقضي على هذه التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا غير ذلك يعني لن يرضيها ولن يرضي المجتمع التركي الذي حقيقة يدعم معارضة أو مؤيد هذه العملية العسكرية التي يعتقد بأنها حقيقة تمس بأمنه القومي سيادة اللواء فايز الدويري معرقة عفرين مستمر على رغم من بطئها ووفق ما يرىها مراقبون ومحللون العسكريون أنها معركة نظيفة لذلك هي تتقدم ببطء وتريد الحفاظ على أرواح المدنيين هل حتى اللحظة ما تم اكتسابه من عزل ربما الوحدات والميليشيات النظام عن الحدود التركية حقق جزئيا أهداف عملية غسط الزيتون حتى اللحظة يعني أنت أشرت إلى عامل البطء وأشرت إلى السبب الذي يقف وراء البطء في هذه العملية وأنا أتفق قليا معك الآن إذا نظرنا إلى خارطة العمليات من إعزاز حتى دار عزة يعني بمعنى آخر ثلاثمائة من أصل ثلاثمائة وستين درجة تم السيطرة على الحدود الخارجية بعمق متباين تم السيطرة على بلدات أو مدن صغيرة رئيسية بولبل راجو شيخ عديد على مشارف جندريس إذن هناك تقدم هناك حصر للقوات الكردية لكن هذه الخطة لا أعلم لا أعلم لماذا المخطط التركي لم ينظر بالعين الأخرى إلى تل رفعة كان يجب أن تكون هناك عمليات عسكرية باتجاه تل رفعة لأنه إذا ما سيطر على تل رفعة نتحدث عن ثلاثمائة وثلاثين درجة من محيط الدائرة ويبقى الطريق الذي يصل إلى نبل والزهراء نبل والزهراء للوحدات الكردية صحيح؟ بالضبط بالضبط هذا ما أقوله نعم هذا ما أقوله بالضبط لو تحركت هذه القوات من إعزاز ومن مارع باتجاه تل رفعة لأبقي على الطريق التي دخلت منه مليشيات النظام وهي من منطقة نبل والزهراء وبالتالي يتم تضييق الخناق التدريجي ضمن معركة نظيفة نسبيا قياسا مع ما يجري وما جرى في سوريا والعراق لكن هذا العمل سيكون على حساب الزمن هل العالم سيبقي مواقفه كما هي؟ هل سنشهد تغير في الموقف الروسي؟ هل سنشهد تغير في الموقف الأوروبي؟ هل سنشهد تغير في الموقف الإيراني؟ يعني البطء الزائد له مبرراته وله محاذيره ولكن يجب أن يكون إيقاع العمليات أسرع من ذلك حتى يتم لأنه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وهذا فيما يتعلق في عفرين أعود إلى سيد هشام جون اليوم عمليات عفرين ماضية قدما وهنا قمة مرتقبة منتصف هذا الشهر بين روسيا وتركيا وإيران التصريحات التركية حتى الآن تقول أن لا خلاف حول عملية عفرين مع الروس هل ستتدخل أيضا روسيا في مناطق أخرى مثل ميمبيج؟ هل سيكون هناك توافقات؟ وأهم ما سيتم الحديث عنه بين الدول الثلاث في القمة المرتقبة سيد هشام بالنسبة لعفرين ربما التأثير الروسي أوسع نطاقا من منبيج منبيج نعرف بأنها تقع تحت سيطرة قوات الحماية الكردية بشكل كلي البدعم بالولايات المتحدة لذلك ربما فيما يتعلق بمنبيج تحديدا سيكون الحوار مباشرة مع الإدارة الأمريكية أما فيما يتعلق بالقمة المرتقبة بين تركيا وروسيا وإيران يعني إيران نعرف جيدا بأنها متذمرة ومتضايقة من وجود الأتراك في تلك المنطقة ووسائل الإعلام الإيرانية تصف تركيا بالمحتلة وإلى آخر بالألفاظ الغير اللائقة بحليف ربما كما نرى أو أن هناك توافق بين الرؤوساء ولكن وسائل الإعلام الإيرانية يعني تصف هذه العملية بأبشع الألفاظ لذلك أظن بأن القمة المرتقبة سيكون لها أبعاد غير عفرين يعني ربما في المرحلة الانتقالية للمستقبل السوري ربما أيضا سيتم تناول إشراك المعارضة التي كانت أيضا متحفزة ضد المشاركة في أي مفاوضات إيران وروسيا طرف فيها ربما سيتم النقاش عن الدستور السوري الجديد لكن فيما يتعلق بمنبيج أظن بأن المخاطب ستكون من الولايات المتحدة سيادة اليواء بدقيقة لو سمحت ما الخيارات اليوم أمام تركيا فيما يخص منبيج العرض الأمريكي حتى الآن أن إخراج الوحدات الكردية مقابل تقاسم النفوذ وكما قال سيد هشام الطرف التركي يرفض حتى الآن هذا الموضوع يعني دعني أقول هي عملية عضو أصابع ما بين تركيا وما بين أمريكا لا أمريكا تستغني عن تركيا ولا تركيا تستغني عن أمريكا واختلافات الآن أعتقد ما دام هناك تصعيدا تركيا يعني دعني أقول لن يكون هناك قتال في منبيج لن يكون هناك مواجهات لا يمكن أن تورط كل الطرفين لن يكون هناك مواجهات فعلية ولكن على تركيا أن تستمر في التصعيد على تركيا أن تستمر في التقارب الروسي الإيراني فيما يتعلق بالملف السوري لتكون ورقة مقايضة وأعتقد هذا ما ستلجأ له تركيا لتجبل أمريكا بالتالي على الإنكفاء إلى بادية الجزيرة لأنها نصيبها من الجغرافيا السورية 27% مع أربعة عوامل رئيسية غاز نفط أرض زراعية شكراً 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 جزيلاً سيادة فايزة دويري الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا مباشرةً عبر الأقمار الصناعية من عمان شكراً لسيد هشام جونايا الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا أيضاً عبر الأقمار الصناعية مباشرةً من إسطنبول وكل الشكر لكم مشاهدين ومستمعين على طيب المتابعة غداً حلقة جديدة من تفاصيل كنواً معنا إلى اللقاء شكراً